اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احتمال تكون احتمال تكون معارق كلها يعني ما راح يكون فيه تقدمة وشي زي كذا لان قلت لكم انا انهم هجموا علي حشدوا حشدوا الهم هجموا علي الهجمة هذي بتكون قوية هم كذا البوتات يعني هجموا علي دخلوا علي هجمة واحدة هم وحلفاءهم الدولات اللي تبعهم فاذا اني قدرت اصد الهجمة ذي تبعهم باذن الله راح ينكسرون وراح تكون صالحنا راح تكون صالحنا يعني في كل شي يعني بنقدر نحر الدول العربية الدولات العربية انا مادري الطقس كذا كويس اولا لكن لا عشان عندي رماة محتاجين يعني مناخ كويس فكذا احس كذا مناسب ولا خلنا نلعب في هذا اوكي طبعا الجيوش عندي هذي هي مثل ما قلت لكم المعارك الحلقة هذي بتكون كلها نحاول نصد تقدم السسنيد الوصخين علىنا وعلى حلفائنا طبعا انا ماني خايف على نفسي أنا خايف على حلفائي لأنهم هم الحلقة الأضعف الرما عندهم يخرب بيتهم الله واجد الله عندهم رما الله عندهم رما مطورين يعني هم عندهم رما خيالة جيش هم مرة قوية الرما عندهم مرة قوية يعني تقريبا يعنى العنب وشكل وين طلع الرما الله مادري وين طلع الرما من عندهم بس أنا ما عندي إلا يعني كتائب ووضالة وكيش وكي لازم نلف عليهم لازم نلف عليهم خلينا نزبط الجيش يا حبيبي ناخذ نحطهم كذا أنا لازم ألف عليهم وخصوصا الخيالة أنا إذا قدرت أقضي على الخيالة بسرعة في كذا ثلاث كتائب هنا ثلاث صير مرة نايس يشوف وش نعطيهم اي هذا أفضل شي بس تريلوت طيب هم ش تريلوت يكون كويس طبعا هم بيقضون على الخيالة بسرعة وش بسوي البطة ده نخليه وراء نحط ودي حط كتيبة مع الرما لازم يكون مع الرما كتيبة طيب نحط كتيبة هنا ونحط الصغيرين ضالة بعد معهم ونحط كتيبة برضو هنا ونحط الصغيرين ضالة معهم خلينا هذا نخليهم على الأكتاف وكي وهضالة نجيبهم كذا كذا مرة نايس وضالة نخليهم على الأكتاف حماية عشان ما يجون غدرة وهضالة نخليهم كذا كذا مزبوط وهضالة يا سنادي نخليهم كذا برضو كذا كذا نخليهم على الجوة ونلف بضالة كذا الرما كذا مزبوطين ونعطيهم الأمر اللي وهذا يضرب ويهرب وبرضو لا كذا نعطيهم هذا برضو كذا كويس المزازة نخليه ورا هنا ما يمشكلة أو تدري خليني نخليه عند الرما أحسن ونبدأ قيم بسم الله مثل ما قلت لكم هذه معركة طاحنة بإذن الله أنه راح نفوز فيها يلا يهجم يا ولاد ترقبني يهجم يا ابن الذين طيب أنا أهجم صالح لو أهجم عليه والله بتكون من صالحي هضالة نعطيهم أنا أبغاه ماذا وش يقول لك ماذا الحركة هذي أول مرة يشوف أي كذا كويس ألا خليهم كذا كويس عموما شاكلي أنا اللي بهجم شاكلي أنا اللي بهجم خليني خليهم قريبين مع بعض وكيشن خليني خليهم قريبين مع بعض أظل لازم يلفون كلهم لفة وحدة يعني الرما عندهم واحد اثنين ثلاث اربع لا يمدين على الرما يمدين 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 على طابعا نقدم المزاز ظالة نجيبهم هنا ما في مشكلة هضالة برضو نجيبهم هنا هضالة سريعين هضالة برضو سريعين نعطيهم السرعة من الجاي سيدي قدق علي أنا فاضي الله تخيل لكن هضالة خليهم يجون هنا خليهم قريبين خلينا نجيب كتيبة هنا يعني سبحان الله وبرضو نجيب كتيبة هنا سبحان الله عشان يكونون قريبين من ضالة اذا صار على ضالة انا قلتكم اذا مات الرما عندي يعني يا حبيبي باكل تبن يا ليل ما اللي تق علي والله لهذا يا صدك ارد عليها اقول يا والد تراني سجل لا 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 ارجع هنا ارجع هنا لاحظة بكلم هلا ها ها هلو طيب طيب شوي بجي اقرب مخرج بس خليهم سرفهم طيب طيب كذا كويس انا ما بي الوقت يضيع والله الوقت 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 من ذهب الوقت من ذهب اه تعالوا هنا تقدموا 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 اذا قدرنا نسوي عليهم كماشا كويس كذا مره نايس مره نايس مره نايس اذا قدرنا نسوي عليهم كماشا عيال كذا بنحشروا اللي خلفوهم صدك طيب انا قربت اهجم وانتعال هنا ايوه كذا الامور في السليم برضو ذيبان تعال هنا للخيالة مدروش يوم كذا مأجد هنا هو المرض يهجمون بس شاك مقامطين ام العافية داري اني بمسح وممسح فنهجم يلا بسم الله ضلط كتائب الكتيبة هذي هجمولي على يلا let's go let's go let's go let's go هذ تعلي هنا بسرعة وهذا تعلي هنا بسرعة وهذا تعلي هنا بسرعة وهذا تعلي هنا بسرعة يلا 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 ماهيوقت خلني اروح ضالة قدام اروحهم كذا وروح الرماه برضو معهم الرماه خليهم لا الرماه بخليهم يضربون لي هنا شوفوا كيف بخليهم يضربون لي على الرماه بسرعة شوفوا حركتهم كيف هضالة برضو وضربون لي على ضالة بأسرع وقت ممكن لا 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 بسرعة الرماه ظال اضربون لي على الخيالة بسرعة 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 هضالة برضو خليهم يضربون لي على مين على الخيالة شوفتوا كيف الله يلعن أبوكم اللي خلفكم يا ولاد الشفلوحا شوف كيف يالله يالله تعالوا لي هنا تعالوا لي هنا بسرع شفتوا كيف على طول وصخين كويس كويس بدأ الوضع صالحنا ظل بنمسحهم مسحوا ظل شفتوا كيف كويس الحين اضربوا لي على الخيالة ظل وبرضوا الزلايف ظل شوفوا وين قضوا على الخيالة عندي سرعة بسرعة ما فيش وقت يلا 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 هذا اضرب لي على اكسلنت تدري واحد خليه اضرب على ظل بسرعة هذا اضرب لي على ظل وخليه الزلايف ظل يطردون الشباب اللي هنا تمارمطوا الشباب اللي هنا تمارمطوا لا يستطيع فعله حسنا 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 يوهي عيال ابو اللي عوزة يا الشيخ الشباب اللي هنا تمارمطوا الشباب اللي هنا اوكيشن كويس كويس يلا ما ادري كيف والله ما ادري كيفزت يعيال اقسم بالله اللي عوزة ما شفت مثلها بحيات يش هاد يا ولد كذا في خمس ثواني لفلفوا على بعض ما ادري كيف سووا ثم بتلخبطوا وانا تلخبط لا يرجهم يا ولد أظلوا يزموا يموتون عيال يالله انتو بار برضو عليهم هجموا هجموا عليهم هجموا عليهم وأظلوا برضو مسحوهم لا لا يبقى منهم احد لا خليهم خلينا مسحهم شوي خلنا يسرع البتل لاخر شي انا شو شو بيصير معهم يجوم يا ولد والله طردي يا ولد حدا يالله مسبقهم يالله البطرة ما يتعبون من المعركة يرجال حدوهم يا ولد كماندر حقنا الزلابة الزبدة ما فيها مالوكيشنية الله نخلص القمع عشان فيه معارك ثانية معارك كثيرة الزبدة هم خسروا 1200 وأنا خسرت 1100 قلتكم والله ما ادري كيف فزت يالله هذا اقوي جيش عندنا نحاول الرجع الاقرب مدينة ياخذ له نفس كذا وما ادري ما اظن ما اظن الزبدة والله باقيين اقوياء يعني انا تنتف التنتيف ماهو صاحي نشوف لانه لازم نمسح البقرة هذا لازم نمسحه ما نبي احد يبقى منهم اوكي كذا كويس كذا برضه كويس مات الملك حقهم احسن استان بقى فيه هجمة ثانية على حمير حمير حلفائي والبطة هذا الله البلد شاصد هيولد ما ادري تلقاها من ميزانية تلقاها من ايش شوفوا هنا اظل كويس تكفلوا لي هنا برضو الوضع مزري هنا يا الشيخ ولا يمديه البطة يعني أنت ما تلقاها من سسنيد من ريبلز من تبن حتى ذا ما يمديه يعني التورني جاي بإذن الله يمديه نرقع أنا اللي أنا خايف عليه وشه أنا خايف على حلفاء حمير حمير ما بيهم يموتون عيان شفتوا كيف شفتوا ملعون السبعة وسبعين جد هذا بمسح هذا هذا بمسح إن شاء الله حمير إن شاء الله ما يموتون وش بسوي أنا في الحليف القوية هذا وأنا برضو قوي فعندي 18 قتيبة وللأسف ما يمديني التورني جاي بضرب واحد منهم هذا قوي يا ولد يا ليل هذا برضو بحاول إن يضرب هذا وأضرب هذا فنشوف شو بصير يالله الوضع موزرية عيال لآخر شي يالله نشوف شو بصير يا رب يا رب يا رب يا رب أن الوضع يكون من صالح هنا وبسم الله نبدأ تورن ونشوف أنا ما علي أنا عايدي أنا لو أخسر الأراضي كلها ما في مشكلة يعني في أي وقت برجع طلع جيش وبرجع من جديد لكن المشكلة الحلفاء عندي حمير والأيجبت ما بيخسرهم لأن إذا خسرتهم باكل تبن صدق يعني من جد والله باكل تبن شف طلع علي بنش شف له اللعنبو شكله يطلعو لكم العدم كذا واجد ولاد الكلب عشان كذا أنا بضغط عليهم من عند المين هذا بحاول أسكر عليهم خصوصا عمان عمان بسكر عليهم عشان يتراجعون خلي أنا أبقى أنا واستسنيت بس والله ما أدري يا عيال إذا طاحت الميزانية ما ندري ندري الوضع مزري هنا إذا صدنا أجماتهم آذيف يا رب يا رب أي جبت زلايب يا ولد والله ما أدري عنهم أي جبت ما أش أخي ميتين يا ولد زي أني ما خسرت أي جيش الحمد لله أني ما خسرت أي جيش المدينة المدينة دي طز فيها من جد يعني طز المدينة دي يا ولد هذا العظيم مدينة على الفاضي يا ولد أنا بحاول أجمع أخذ نفس هذه بمسح المدينة دي ما أحنا محتاجينها شوف أنا محتاجي فلوسها الحين وكي خلينا ننهبها نحب كوي صارت الميزاني عندي تمام طبعا المدينة هذي ما فيها أي شي وش بنسوي فيها كذا أحرق أبوها اللي جاب الجيش هذا يا حبيبي أنا محاصر هنا عندي جيش قوي ومستحالة في جيش قوي من 77 كلب محاصرني أنا عندي منجنقات يمكن يهزمهم بإذن الله الحمير حمير أخذوا المدينة دي 16 ضد 16 عيال من يفوز ما يمديني أطلع ما 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 يمديني أطلع الجيش هذا ما إحنا محتاجينه خليني حرك هنا يا ولاد الله لا يوفي كم ذا الربلز الله العظيم تلقاها من ربلز تلقاها من تبن تلقاها من بالشي يا ولد شف عندي جيش هنا وعند برضو جيش هنا الجيش هذا كويس وبدأ يتعالج الجيش السنيد هذا منتف الجيش هذا برص أم أم اللي جابوه كتائب ما في مشكلة يجلس خمس تورنات ما في مشكلة زبدا يطلع جيش زي العين من الناس برضو ووه شي طيب طيب وكيش كيش كويس ونعطي هذا ندعم هذا أهم شي الجيوش عندي ما أخسر ولا جيش أهم شي يعزز الجيوش عندي هذا كويس بخليه مسح لذا ويروح هنا وبرضو البطة هذا بنجيبه هنا بنخليه إسناد هذا السسانيد ما زال وقويا بالكلب والله ما زال وقويا هم شي الحين الضغط هنا في الجزيرة حمير كويسي حمير كويسي فيه ربلز طلع هنا أنا أوريكم المدينة هذه أنا أوريكم المدينة الخايز هذه نجد الله ما عاد فيها أمل يا ولد كل شوي طلع لي ربلز لا هم اللي دخلوا تحت حال فيه ولا شي أنا باجي هنا وبامسح الوسخين ضالة بضغط عليهم عشان ينسحبون لأن مدينتهم صغيرة ومية ومية في المية رح ينسحبون هذا يمديني أهزمة هذا يمديني يمديني أمسحها كويس ما يمديها أخش معه معركة لأسف لأسف ما يمديها فوش بسوي أنا أقوى منه خلينا نمسح أبوه يا شيخ يا السلام عليك يا بطل يا بطل والله بطل الله نكهو يا شيخ عليك البيض يا ولد أمسح اللي خلفوه الأرض الله نظهوب الأرض يا ولد ولا خسرت لشي بسيط خلينا نتمردغ في الزلابة يعنيني يعنيني قادح يا ولد تشوف الجيوش تصاقع عندك هنا وانت إحنا فاضين ثورة ولا يا ثرب الحاجة اللي مبقيني فيها اللي هي الموارد اللي فيها فيها معدن اللي هو الحديد والأسف اللي مبقيني فيها هنا وضعنا في السليم هنا برضو ولكن فيه جيش هنا قوي طيب الجيش هذا خلينا ممشي خلينا ممشي هنا ما في أي مشكلة إيجبت والله يا أخي ماشي ماشي إيجبت ماشي دبلة كبد على الفاضي لا متوسع ولا شفت منهم أي فائدة هضالة بيني وبينهم تحالف عسكري إيجبت لو ياخذون عمان يكون أفضل أدري عمان بيدخلون تحت تحالفي بلا شك لكن إيجبت مدري عنهم يا ولد والله ما أدري وانا وديهم إيجبت بعطيهم ما مر يضربوا اللذي تخيل إيجبت ياخذوا الجزيرة رحمة خلاص يا إيجبت خذوا هذه خذوا فلسطين يا أخي زبدة تطوروا يا أخي لش جاسين كذا كذا وضعي في السليم يا شباب العالى الحاكم عندي صديق نزول هذا ما شاء الله هذا شغال شغال إنجاب 24 ساعة كلهم بنيات سن لا ولد أي ولد فيه ولد هنا وقده وله جبو يو تخش ما منت في اختب بالغ سلامات يا أبو هذه بنية كان أوليد يولد ألا أوليد بس سنة في مهاد وقده ما بزرا بعد حاليا العم معيض لش شطكم يلا كويس نعطيه ذا الله أنا يا ولد مجح مش معيون عيال علي الحرام مجح مصدك لا هذي غير شاكل له يا ولد شدد شاكل شدد الحين بحارب وذان قال لي يا ولد تدري خلني رحقها المهم أي مشكلة خلونا نشوف هنا حالة العوز صراح الحين وضعنا بالسليم الحين بندخل الجيش هذا بخلي بدخل هنا خلاص بس بدعم بوحدات ما أن كذا كويس طيب لحظة لحظة تعال هنا يا باشا مدى من يمديك تعال خلص من يا أخي من الزمان أنا أفكر كيف أشيلهم والله أني أفكر كيف أشيلهم بس زانت الحمد الله زانت زانت أي رجال أي رجال أبيض الله وجهك هنا أي يم عادي يمديها يمديها على المدينة ذي برضو ما يمديها خليهم خليهم هنا ما هي مشكلة خليهم هنا ونصف ونصف ذا وز لا بدا المدينة هذي كيف الولاء فيها الولاء كويس كريستيان اتي اش مدري عنهم يا بلد شاكل ببهذلون سيبدأ يا الله حمير ما بيخسرهم يا الله إذا خسرت حمير والله العظيم لأ العناب اللي خلف السسني على أب اللي جاب أنا ما بيخسر أي شعب عربي حتى إيجبت ما بيخسرهم لأن هم عرب فأنا لو بي يعني يتحالف هذه إلى جانب واجد بإمكان يسوي أي تحالف مع أي شعب لكن بالعكس أنا بي العرب بس يعني هم حلفائي الباقين طز فيهم يعني راح يصيرون تحتي بالقوة ولا بالطيب يعني لكن العرب لا العرب حاولنا يشبك روم طيب بيس بيس خذ البيس يا حبيبي خلينا نتفاهم مع السسنية يلا كويس شفتوا كيف هذه قواعد اللعبة صدق هذه الحرب السياسية صح الحين الشي طيب تركوني إيجبت ما هو بيجب تركوني يعني روما الحين مع السسنية وجه الوجه حتى الحلقات الجاي احتمال تكون مع السسنية وأفضل شي خلني خلني أبقس هم تمردغ بيهم بقى الشجرة هذي برضو كويس أنا مطف لجماعة الخير كيف تخلوني يطور وأنا مطف ران إيجبت وينهم إيجبت يولد ما شفتهم إيجبت هنا سرداحي مرداحي واضلا طلعوا من المدينة وينهم آآ معد بيني وبينهم حرب صدق أسوي تجارة معضالة نشوف طيب كويس في شعوب هنا عربية مدري شعوب يقول لك تريد أقرب أظل عرب برضو عرب شمال أفريقيا حمير حمير ليش ما بينهم بينهم تريد يا أخي حمير لازم يكون بينهم تريد بقى السسنيد بقى الفرس وحلفاء مالحين أظل افتكنا منهم والله الحمد لكن يعني أخذوا دي يا ولد لح أنا قلت لكمسح المدينة هدمها يا أخي وسويتني بحريقة هنا سويت أنت الله يرجو كذا الله الخال ده ما يمزح يا ولد ما سحبوا الدنيا على روس طيب ما هي مشكلة هس نجال سبيربر كذا الفاضي الجيش هذا ممشي المدينة دي والجيش هذا برضو الرجعة ليثرب حمير ضعيفين بقسة سنيد خلني يعطي أيجب يعطي مامبر أنهم يضربون لمثلا خلي أيجب تضربون أي واحد أي شي يا ولد يلا خذوها أيجب تريد يمديكم خذوها يلا أفداكم يا ولد الزبدة ما عادي يبيلها تور خلني حاصرهم كذا مزبوط كذا مزبوط يا باشا أيو أسكر عليهم نسويت الحين بينسحبون الحين إذا سويت عليهم حصار بينسحبون هذا الملك حقهم طبعا التورن هذا بدل الله بنحاول نتقدم خلاص بنتقدم على السسنيد أولي بنتظر شوي لما تخلص الجيوش عندي وبتقدم عليهم في جيش ربل زينا حمير ما بيخسرهم حمير ما بيخسرهم يا ولد شوف القلبي بيسكر علي لكن يخوي يهرب شوي مليون كيلو مش لم حق هروب يا ولد كل بدي قمطة يا ولد لف جزيرة عربية عشان يهرب هادي باعد شوي من الساعة له وادباغهم يا ولد اي اظهر بدأ ينسحبوهم اظهر بهجم عليهم الحم مساحهم الحم كوفو ايجبت كوفو يا ايجبت الله انكم قاد حين شوف حقين ايجبت حقين مصر تراه ما قوي لكن انا مادري متل الساعة اللي يعني بيتحرقون بيها متى ما ادري والله متى ما ادري وحم يا اخي بيهذلون يا المشكة بيهم ياخذون دي يا ولد وساحبين على دين اه لا اه زبدة الميزانية طائحة عندي لكن برضو كويسة الحين لازم نمسح ضالة باي ثمن كان مرتزقة على مدري وش وعلى رمات اسهم كويس يا بايش دعم الجيش عندي هذا يمدين عليه نرجع عن بقسة خلن نشوف يمديني يمديني يمس هذا ما في اي مشكلة يمديني يمس بالله عنده من سيفين تاني يا ولد وش شايف نفسهم على لك يفهم مهم ظلام خلني اسحب هنا خلي يطلع علي في البحر إذا فم خير يطلع علي جالس قامط بإذن الله راح نتقدم إلى المدن هذه اللي هي وقعوا شر أعمالهم يعني كانوا حلفاء السنيد بعدين قلبوا على دين أهلهم السنيد ومسحوهم يلا ما هي أي مشكلة فمال الله